بسم الله الرحيم والصلاة والسلام وعبوث رحمة العالمين الفضل العظيم لصلاة الضحى اربع ركعات في اول النهار كثير من الناس يستخف بسنة الضحى ولا يصلي الضحى ولا يعلم انه يخسر خسارة فادحة جدا وكثير من الناس ايضا يصلي ركعتين فقط ولا يعلم انه لو صلى اربعا لتضعف الثواب واضعفا كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب بمعنى انك لو حفظت على صلاة الضحى في كل يوم تكتب عند الله من الاوابين تكتب عند الله من الاوابين والاوابون هم افضل خلق الله وهي من اخص واعظم صفات انبياء كلمة اواب معناه شديد الخوف من الله كثير الرجوع الى الله لذلك وصف الرب العالم كثيرا من انبيائي في القرآن بكلمة اواب ان وجدناه صابرة نعم العابده انه اواب سيدنا ايوب عليه السلام وسيدة ابراهيم عليه السلام وغيرهم من انبياء فتكتب عند الله سبحانه وتعالى من الاوابين فهي احد تلقيك الى الفردوس الاعلى والذي لو حافظ على صلاة الضحى خاسر يخسر فديحة جدا صلاة الضحى وصية وصية الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ابو هريد قلنا يقول او صاني خاليلي بثلاث خصال لا ادعهن في صفر ولا حضر ان اوتي لقبل ان انام وان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر وارقاتي الضحى المنقبة الثانية تكتب عند الله سبحانه وتعالى من القانتين والقنوط هو طول العبادة او طول الوقوف في الله بالعامل سبحانه وتعالى روى الامام التبارني في معجمه الاوسط عن ابي الدرداء رضي الله عنه وقال انا وسمع العسل والسلام قال من صلى الضحى على ركعتين لم يكتب عند الله من الغافلين يبا زل لنبصلش ضحى خالص يوجد يكتب من الغافلين علشان تكتب عند الله سبحانه وتعالى من الشراب من الزكريين وعبيدين يجب ينا نصل الضحى لم يكتب عند الله مغافلين ومن صلى اربعا يكون سبحانه من القانتين شو أرق van الامن لا يكتب Man لكن لكن سiday عربعا يكتب من القانتين والقنوط هو طول العباده يكفي ان رب العامل سبحانه وتعالى وصف السيدة ماريا مرادو عنها ويخس كيلة نساء العالمين ماريps ابنة عمرانة التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربيها وكتبه وكانت من القانتين والقنوط وطول العبادة لرب العمي سبحانه وتعالى من قبل السالسة تقتع عند الله سبحانه وتعالى من التائبين لا يقتع عليك زنب في هذا اليوم بإذن الله ويعسمك الله سبحانه وتعالى من الظروب والكبائر وإذن وقعتها في زنب يتلهم التوبة فنصلى عن أبي درداء أيضا ودوريك أدي أبي درداء وكان يحافظها صحة الضحى وصليها أربعا أو ربما أكثر من أربعا في روية الإمام التبرني في موجام الأوسط عن أبي درداء أنه قال من صلى رقعتين من صلى الضحى رقعتين لم يكتب عند الله من الغافلين ومن صلىها أربعا كتب من التائبين وفي رواية أخرى عن أبي درداء روية الإمام التبرني كتب من العابدين إذا رب العمي يكتبك رب العمي من العابدين يزيد كثير العبادة لله سبحانه وتعالى المقابلة التالية تأخذ أجرى مجددين في سبيل الله سبحانه وتعالى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سريعا فغنمت وربحت ورجعت سريعا فتعجب الناس من سرعة رجوعها وكسرة غنمها فقال لهم أتعجبون من هذا فنأبئكم بأقوام أعظم ثوابا من هؤلاء فقلنا بالا رسول الله قلنا أقوام ذهبوا إلى المسجد فصلوا صبحة الضحى فصلوا صبحة الضحى إذا نرى صلاة الضحى الذي يصلي صلاة الضحى كل يوم يكتب نعدي الله من مجاهدين هو مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى يقضى سواب المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى صلاة الضحى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الحديث إن الله خلق ابن آدم على 360 مفصل على كل مفصل كل يوم وصدق قالوا رسول الله من يتيق ذلك قال التكبير صدقة والتهليل صدقة والتحميل صدقة والأمر المعروف صدقة والنهي عن المكر صدقة وحمل الكل عن نحيك صدقة والإصلاح بين اثنان صدقة ويجزئ كل ذلك صلاة رقعتين في أول النهار ربما نسان القلق ربما نسان القلق ابن آدم على 360 مفصل إذا أنت إذا صليت رقعتين الضحى أجزأت كل ذلك وخدت ثلاث مائة وستين صدقة ويجب أن الله خلق ابن آدم على ثلاث مائة مفصلين على كل مفصل كلها مصدقة وفي وراءة كتب إذن هي سنة مؤكدة هامة جدا فالرماء قالوا تحفظك وتحفظ مفاصل جسدك وتقيقة من أمراض الرمطيد ورموتزم وتيابس المفاصل وهشاشة العظام واذا شيطت لكن اوصلت اربعا لضعف الثواب يبقى بدأ بابو 360 صدقة يبقى بابو 120 صدقة او اكثر عندما قابض الثالية تحفظه طول النهار من الشيطان ويخيق الله من الحوادث والكوارث جاء في الحديث القدسي يا ابن ادم صلى ليه اربعا اول النهار اكفيك اخرة يبقى اذا تحفظ طول اليوم من المصائب والكوارث وتحفظ من الشيطان ايضا اذا صلىت اربعا او اقيق القرم الماء تحفظ من الشيطان ومن الاعين الانس والجن وتحفظ من الكوارث والحوادث لكن ترى الحديث يبقى ادم صلى ليه اربعا اول النهار لك اثنين لك اربعة المقابض الثالية ملاقب لا تحصل المقابض الثالية تكون قضيتها بابنا ابراهيم عليه السلام ويرفع قدرك في الدنيا والاخرة اذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جعلك للناس امامة قال من ذرياتي قال لا ينال عهد الظالمين فقال العلماء ابتله رب العالمي سبحانه وتعالى بان يصلي اربع رقعات في اول النهار وبعض العلماء قالوا ان الله سبحانه وتعالى امره بصنع الفطرة خمسا في الرأس وخمسا في الجسد وليس هناك تعارض ربما امره رب العالمي سبحانه وتعالى انه يصلي اربع رقعات في اول النهار وبصنع الفطرة فاتمهن على اكمل وجه فنزل قول الله سبحانه وتعالى وابراهيم الذي وفى فكانت النتيجة ايه جعل الله سبحانه وتعالى اماما وخلينا وابا للانبياء فاتمهن كانت النتيجة ايه قال اين يجعلك للناس امامة قالوا من ذرياتي قال لا لا يعاد الظالمين يعني سيكون هناك ظالمون في ابنائك ولكن جعله ابا للانبياء وكل الانبياء جاءوا من الناس ابراهيم عليه السلام وظبط على صلاة الضوحة كل يوم وصليت اربع رقعات كما كان يفعل ابراهيم عليه السلام لو كنت عالبا تزداد علما لو كنت تاجيرا تزداد مالا واسعة ورزقا وهكذا يرفع قادرك في الدنيا والاخيرا ربما تكون رفيقا لسيدنا ابراهيم عليه السلام في الجنة لو نصفت عليه السنة العظيمة فسنة مناقب لا تحصى مناقب لا تحصى تكتب من الاوابين من القانتين من التائبين من العابدين تأخذ اجر مجاهدين في سبيل الله تحفظ جسدك ومفصلات جسدك من كل سوء تأخذ ثواب 720 صدق يرفع قادرك في الدنيا والاخيرا لتكون تتحقق سنة ابينا ابراهيم عليه السلام مناقب لا تحصى فنحكتبكم كلام تحت فيديو فلذلك اذا اردت ان تصل الى فردوس الاعلى واردت الثواب العظيم يجب عليك ان تصلي الضحى اربع ركحات كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة تطلع عنهم ولا ستندم اشد الندم ايام القيامة وتخسر ثوابا عظيما جدا 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 اكتبكم كلام تحت فيديو سخون ونشرح هذا العلم يفتور عظيم العلم علما لا انقذ ذلك من كل شيء لا تفعيل الجرس في القراءة ليصلكم كل جديد ويساعدوني على نشط السنة تبويه اقولوا قولي هذا استغفر الله ليه لكم اشتركوا في القناة